السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم التربية الإسلامية للصف الثاني المتوسط اليوم عندي الدرس الخامس حل مناقشة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها رأساً الحل المناقشة هي ملخص الموضوع أولاً طبعاً أدي ثلاثة أذكر الموقف البطولي الذي وقفته أسماء حينها جرى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة السؤال الأول هي هذا الموقف البطولي هذا عيني كان لأسماء مواقف بطولية في صدر الإسلام الحد هذه هذا كله سؤال الأول هذا سؤال الأول مزين السؤال الثاني يقول بماذا بما أشارت أسماء على ابنها عبد الله بن الزبير بعد أن انفض عنه أصحابه السؤال الثاني هياته هذا السؤال الثاني الحد هنا هذا يا بني هنا هذا الحد هنا يا بني إن كنت تعلم إنك السؤال الثالث نشأت أسماء في بيت أبيها ببكر الصديق رضي الله عنه فما أثر هذه النشأة فيها هذا السؤال الثالث نقول نشأت في بيت أبيها نشأة كلمة وشهدت ظهور الإسلام الحد هذه ملخص تريد تلخصونه بكيفكم زين وعدي خافي يقول شنو نسبها هذا نحفظها هي أسمها بنت أبي بكر الصديق من بني تيم بن مرة كان أبوها رضي الله عنه أحد أشراف قريش وعظماؤها في الجاهلية ومن السابقين إلى الإسلام من الرجال ورفيق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في هجرته إلى المدينة وناصره بنفسي ومالي وأول الخلفاء الراشدين كل التوفيق يا ربي ترجمة نانسي قنقر